بعد عام من المطالبات المستمرة بصرف رواتب موظفي محافظة تعز أعلن البنك المركزي بعدا انتهاء أزمة المرتبات الخاصة بالمحافظة والبدء بإجراءات صرفها إعلان البنك أتى بعد ساعات من إعلان محافظ المحافظة علي المعمري استقالته بسبب ما أرجعه إلى تعنط البنك المركزي بعدا ورفضه تسليم رواتب الموظفين في تعز بالرغم من توجيهات رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي وأوامر رئيس الوزراء أحمد بن دغر بحسب بيان المحافظ فإن البنك أراد فقط صرف المرتبات لقطاع واحد من القطاعات فيما يمتنع عن الصرف لبقية القطاعات وهو ما دفع المحافظ للاعتصام أمام مبنى البنك للمطالبة بصرف رواتب كافة القطاعات أزمة صرف المرتبات في محافظة تعز والتي تبلغ نحو 5 مليار و 600 مليون ريال شكلت واحدة من أهم الأهداف التي سعت لأجل حلها السلطة المحلية بالمحافظة وبذلت لذلك جهودا كبيرة إلا أنها كانت عادة ما تصطدم برفض البنك المركزي ولأسباب غير مفهومة وفق بيان المحافظ يرى مراقبون أن أزمة صرف المرتبات في تعز لم تنعكس فقط على الحالة الاجتماعية والوضع الإنساني الذي تعيشه المحافظة المحاصرة منذ نحو ثلاثة أعوام من قبل الميليشيا بل أمتد ذلك إلى التساؤل حول الدور الذي تلعبه الحكومة والتحالف في إيقاف التلاعب ومحاسبة المقصرين بكل ما يمس حقوق الموظفين ومستحقاتهم